اتصدر خبر اغتيال حسن نصر الله الأمينة العام لحزب الله الترند على كل وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام اللي فاتت وده مش بس في الوطن العربي ولكن عالميا والحقيقة انه اسم حسن نصر الله اتصدر الترند من قبل الاعلان الرسمي عن اغتياله وده بسبب انه الاعلام السهيوني اعلن انه تم استهدافه في غارة جوية على الضحية الجنوبية لبيروت في الوقت اللي خرق فيه مصادر مقربة منه وقالت انه عايش وفضل الوضع كده لحد تاني يوم لما تم الاعلان رسميا عن وفاته وكان من اكتر المشاهد اللي اتصدرت الترند ومرتبطة بالواقع هي طبعا صورة الحفرة اللي حصلت في الارض نتيجة القصف السهيوني على المقر الامن لحسن نصر الله